ابتداء من الرابع وعشرين جوان الجاري سيتنقل إلى مدينة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية 14 طالبا جزائريا استفادوا من منح دراسية قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع شركة كوكاكولا قصد تكوين المتربسين في مجال إدارة الأعمال وتطوير المشاريع ولهذا الغرض نشط اليوم طرفان ندوة صحفية بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر يوجد سمكتبات الجاري في البلاد في المحيصة الأمريكية وكيستخدمي إلى المناخ بالتعاون المناخ ويستخدمي إلى المحيص لأم دلالة عام دلالة كيستخدمون الكثير من كل شيخ يشرح للمشاريع التكوائد في المناخ في المناخ في هذه المناخ الهوارات الأمريكية 470 مدينة وفي إجابة على سؤال حول مدة أقلم الطالب الجزائري مع الثقافة الأنغلو الساكسونية في مجال إدارة الأعمال أكد المدير بن عيسى على مدى نجاعة التجربة الأمريكية في هذا المجال دون إقصاء الكفاءة الجزائرية نشر الأمل في عيش حياة مزدهرة كانت شهادة إحدى المشاركات في الدوارات السابقة للبرنامج البرنامج نفسه يعلق عليه الطلاب الجزائريون آمالا كبيرة قبل السفر بعد يومين إلى بلد العمصام